السلام عليكم حبوباتي كديرين لبس عليكم أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير أرقاكم إن شاء الله الفيديو دياليف أحسن الظروف أحسن الأحوال ياربين كما كتشوفها اللبنات مهم أنا بغير ندير فيديو نشارك معكم طريقة دياليف طريقة دياليف تحضير القغطان بالبادينجان بالنجال المهم كيف مما كتشوفها اللبنات مهم أنا كم قطعوا بهذا الموندولين اللي كتتخليها يكون زمى بحل بحل القياس بحل 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 باش ضغية كاي طيب باش كاي طيب طيبة مقدة وصافي كيف ما كاتشوفو هنا يا كان قطعوا على شكل دوائر ومن بعد البنات غادي ندهنوا غادي نديرو نستفوف اللاطة لكاتمشي الفران غا مويم كان دير فيها بابيس وغادي نستفع لها البادينجان ديالي وغادي ندهنوا بشية ديال زيت الزيتون وصافي وغادي نديرها في الفران حتى تتحمر شوية حتى ترجع للطرطباء وتقوم يتحمر شوية مهم ممكن انتو ما اللي بغيتوا تقليوها هكا في الزيت ولكن انا في رفضها الطريقة حتى ما كيشربش الزيت بزاف اصلا دنجال كيشرب الزيت ضغية يعني ما وماشي صحي ما الاحسن نديروها في الفران باش بس ما الناس اللي باغين يديرو الرجيم ولي ما كيباغيش ما صراحة كيجي الليد من اللي كتقليه في الزيت ولكن هاتها هكا زوين صراحة زوين والليد مزين وصافي ودرتوه في الفرانهم امود على زرها ١١٠ مويمان هاتها دريت م١٠ عراره باش يسخن بزيان الفران وصافي ودرتوه مع الحديث على الفوق ومولي الف 하고 لتحت باش يطيب زيان مههم اللي عندكم الفران اللي كيسخن من الفوق والتحت ديروها هكا باش يجي ganze محمر من الفوق والليلا ما عندكم ممكن ضيروهات في الحمر من الفوق وعود قلبوه باش يتحمرarle من التحت وصافي ولي FM الأخوز مدーム واك해주 بيث عرض وصافي ويำ دخين ويwords صراحة jakAC أن تszychةوا زيات وصافي هذا ما كان لبنات ومن بعد كان مشي نحضر نحضر الحشوة اللي غادي نحتش فيها لبنات واحد البصلة كبيرة اللي قشرتها مقيتها من القشرة ديالها وصافي اخديت هاد هادي عندي هادي عندي هادي كان ننشلط فيها البصلة والخضر من اللي كان مغينا بحالك كانوش جدا غاتا ولا كيش ولا موامشي حاجة بالخضر موام كتشلط زوينة هادي كانت الخراك كانت خسرت ليا حيث ذاك الخيس كيبقي وحل في هاديك الدوارة اللي كتسد وصافي موام بدلتها به هادي اخديتو حدا جديدة صافي البنات موام كتصراحة كتقطع مزيان كتشلط البصلة كتجي غي وجوج بلا ثلاثة ديال الدورات لما كانت اخذت بلا ثلاثة ديال الدورات وصافي البنات مع شوي ديال الدورات مواما كان كتتال الزيت صراحة من تقريب هنا ينسكس ديال الدورات موام جوج بلا ثلاثة اطلة معلقة ديال الزيت وصافي مواما كان كيعجبني بززاف نطيب بالزيت ام صراحة ما كان ديرش قاعد زيت المائدة وزيت الاخرين انو ما كان نصخنهاش ما كان نطيبهاشmon peng vendors هذي كانت به عهدها فاعلك عن際 ما كانت تغفر الوقت الأكيسية. والمنات كانت شانا اللبصلة لي احدي كنت هبط وهات كانت زاد عليها واحد شوية ديال الكفتة ناختيتها من المجمل وصافية البنات. وعاد كنزيت التوابيل ملكة تشحر مزيان الكفتة ديالي مع مع البصلة. كنزيت التوابيل اللي خصاني. كنحرك مزيان. وده باحب بوباتي كنزيد شوية دياله. كنسم شوية دياله. المعدنوس. انتم على حسب اللي عندكم ديروا بجوج المعدنوس والقصبور ولاغي القصبور بوحدهم. ومتلواتي الجيزوي مع الكفتة. وصافية وكنزيت التوابيل ملكة تشحر مزيان. مقاس ميته دياله الحشوة. كنزيت شي ديال الملحة. الابزار. التوابيل. التوابيل كامل اللي عندكم. شي ديال الابزار. شي ديال الكركيمة الحرقوم البلدي. ميما على حسب الضوق. على حسب الاسميتو. وشوية ديالجونجنب ولالسكنجبير. وصافية وشوية ديالهاريسة. انا عندي هادي السودانية. كتل هاريسة. سودانية فلفل احمر حار. وصافية وكنزيت حركل شي مزيان مزيان مزيان. وهنا يا حبوباتي زيت شوية ديال الفلفل احمر تحميرا البابريكا. غي شوية. وصافية وكان عاود نزيت نشحر كل شي مزيان مع بعد. كانت تهبطة ديال بسلاب تتحمير ديال الكفتة. وصافية وكان نمشي للخطوة الموالية. وهنا يا قنات خرجت البدينجان ديالي من الفرن. وصافية وكان نضحن واحد اللمون اللي غي مشي الفران. نستفيد طبقة الاولى ديال البدينجان ديال النجال ديالي. وصافية وعد كنضيف ديال الحشوة اللي صاوبت اللي قديت. كنزيدها على على ديال طبقة ديال ديال الدينجان. على هاتشكل. وهنا حبوباتي كنزيد الطبقة التانية اللي مهم ذاك اللي بقالية كنعود نغطي بها الحشوة ديالي على هاتشكل. وكان نزيد وكان ندوز للمرحلة الاخيرة اللي هي الكريم مهم هلا حسب انتو ما شنو بغيتو بغيتو تديرو الكريم بشامل ديروها انا دنيا درت الكريم وفروماج. دا بان نوريكم الطريقة ديال تحضير ديالها سهلة وكتجي لدي دا زوينة صراحة كيجي هاد اللي غدتا رائع و الديد وحتى الوليدات غدي يعجبهم. مهم انا صراحة جلديد جامنين. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير دا بغادي ندوزو المرحلة الاخيرة وهي الكريم وفروماج. هنا يا حبوباتي هنا هدي اخذات الفروماج كتحكو. مهم توا ما ديرو اي فروماج عندكم. مهم هاد الفروماج نيط الحمر. وصافي وهناي اخذيط بيضاء واحدة. وقدرت فيها جوج معالق كبار ديال الدقيق. مهم توا ما هلا حسب اللي عندكم ممكن تديرو المايزينة. انا ما كانتش حدي المايزينة. تصار حكا تجيزوين هاد الكريم بالمايزينة حسن. ولكن انا ما عنديش وقدرت الدقيق. ولكن المعالق مخصومش يكونوا عمرين بزاف يكونوا ممسوحين. وصافي. وكانت زيد عليهم كاس ومص ديال الحليب. مهم قدر ديال كاس ومص ديال الحليب. ومهم على حسب مهم ما ندرت عينيكم ميزانكم. يعني على حسب لا كونتيت ديال القغطان اللي درتوه. على حسب لا. الكريم كيفاش كباش كباش كتبغوها كثيرة ولا قليلة. المهم كتجي كاس ومص سنك فاتني صار حاجة تزوينة. سوف نطرب كل شي مزيان بالطرب اليدوي. وكنزيد عليها شوية ديال اللي بزار. والملحة مع التحريك. موسيقى 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 سوفي هناك نضيف الفروماج. وكن نحرك كل شي مزيان. حتى كتعقد عندي ديك الكريم. ممكن تزيدوا بلاست هاد الفخوماج اللي درت. ممكن تديرو المثلث يعني لأجبان المثلثة. بحال لعش كيغي ولا كيغي اللي عندكم المهم. حتى كتعقد وكن حركم زيان حتى كتعقد لنا الكريم. وفخوماج وكنزيدها على القغطان ديالي. مهم صراحة هاد القغطان كيجي ليد بنين والوليدات كيعجبهم بزاف. سوف ينادر توفل فران مدة تقريبا شي خلصو عشرين حتى ثلاثين دقيقة. حتى كيتحمر لنا مزيان ذاك الفخوماج. سوف يجي زوين اللي د. وهذا ما كان البنات. كانت ان شاء الله هاد الفيديو تعجبكم. نال اعجاب ديالكم. الى اعجباتكم. ما تنساوش تجعوني بشي تعليق زوين. واعجاب. لايك. وبنسبة للناس لأول مرة كيشوفوا القناة ديالي. ما تنساوش تفعلوا الجرس. اشتركوا في القناة. ومع السلامة في فيديو مقبل ان شاء الله.